لم يكن رئيس النظام التركي رجب أردوغان ليفوت فرصة حضور القمة العربية الإسلامية غير العادية التي انعقدت في العاصمة السعودية الرياض ليطل من خلالها على أنه من المكلومين لما يجري في قطاع غزة الفلسطيني ويمرر رسائله الخاصة فيما بعد وعلى هامشي هذه القمة التقى أردوغان الاثنين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الفندق الذي صدف قمة الرياض بشكل مغلق بعيدا عن وسائل الإعلام سياسات المضطربة ومريبة يمارسها أردوغان حيث رأى محللون السياسيون أنه لا يستقر على حال وملئ بالتناقضات السياسية فأظهرت مثلا مشاهد من القمة العربية الإسلامية غياب أردوغان عن مقعده خلال كلمة الرئيس السوري بشار الأسد وخلال مغادرة أردوغان السعودية ذكرت وسائل إعلامية أنه أدلى بتصريحات صحفية في الطائرة أعرب خلالها مجددا عن أمله في لقاء الرئيس السوري بشار الأسد الذي لم يقدم أي مقترحات جدية من أجل الحوار معه وفي زيادة لتناقضات نظام أردوغان أكد وزير دفاعه ياشار جولر قبل ذلك بيوم أن تركيا لن تنسحب من سوريا في حين ينادي أردوغان في المحافلة الإعلامية بضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة ولبنان متجاهلا وضع قواته وفصائله الإرهابية في الشمال السوري وبينما أخذ أردوغان يتباك في كلمته بالقمة على حال الفلسطينيين في قطاع غزة مجرما القصف الإسرائيلي هناك يبدو أنه تناسى قيامه بذات الدور مع اختلاف ميادين القصف فهو الذي يتخذ من شمال وشرق سوريا مسرحا لاعتداءاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة